موسيقى أهلا بكم وإلى جولتنا الإخبارية أكد الرئيس عبد الفتح السيسي أن زيارته إلى صربيتاتي في توقيت حيوي لتعكس مدى الأهمية التي توليها العلاقات الثنائية وأعرب رئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي أليكزاندر فوتيتش أن مصر تتطلع لتعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كافة المجالات أتطلع إلى تحقيق نتائج مسمرة خلال هذه الزيارة والتي تأتي في توقيت حيوي لتعكس مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدين وحسن المشترك على الانتقال بها إلى أفاق أرحب ومستوى أكثر تمييزاً أود أن أؤكد على تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كافة المجالات في دوق ما يربط بلدين من علاقات تاريخية ثارية سواء على المستوى الصنائي منزبط للعلاقات الدبلوماسية في عام 1908 أو على مستوى متعدد أطراف من خلال دورهما البارز في تأسيس حركة عدم للإنحياز ولا تحتفلت سربيا في شهر أكتوبر بالذكرى الستين لأول مرة استضافته بالبراد للحركة وعن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة آلية المشاورات السياسية بين البلدين كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دفع ودعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات وقد جاء اجتماعنا اليوم تتويجا لجهودنا المشتركة على مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين ونوضع إطار استراتيجي متكامل تضمنه الإعلان المشترك الصادر عن الزيارة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين بلدين والذي يحمل أيضا تصورا مشتركا لمختلف أجوه التعاون في كافة المجالات وسبل دفعها في الفترة المقبلة بما يؤكد إرادتنا السياسية المشتركة في هذا الشأن ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين ولقد توفقت رؤانا خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية المشاورات السياسية بين البلدين واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي وذلك لأهميتها في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى البجالات بالإضافة إلى دزل في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل التجاري في المنتجات الإطراعية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه تم تبادل الرؤى بشأن عدد من قضايا المنطقة خاصة فيما يتعلق بسبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وقال الرئيس السيسي أنه بحث مع نظيره السربي تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعيتها المتعددة على اقتصادات دول العالم وعلى الصعيد الدولي تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذلك الاهتمام المشترك للبلدين وعلى رأسها التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا كما تناولنا قضايا موضوعية متعددة تشمل سبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعيتها المتعددة على اقتصادات الدول العالم وجهود البلدين في التغلب على تلك التداعيات بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة في هذا التوقيت الحاوي بما يحقق مصالح شعبي البلدين وفي هذا الصدد يقوم الموقف المصري على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الصنائي أو الإقليمي أو الدولي ومن ثم تم تأكيد علامية إيجاد البدائل والحلول التي تضمن تجنيب الشعوب الأثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية في نوفمبر المقبل وفي إطار زيارة فخامة السيد الرئيس لبرلين للمشاركة في حوار بيتسبيرغ بألمانيا والتي تم الإعلان فيها أن مصر وضعت خطة المساهمات الوطنية يعني إيه خطة المساهمات الوطنية وما أهمية هذا الحدث الحقيقة اتفاق باريس في 2015 ألزم الدول أن تقوم بوضع خطة لخفض الإنبعاثات يعني إزاي الإجراءات اللي هنعملها لخفض الإنبعاثات وطالبت الدول أنها تقدم تحديث لهذه الخطة مع مرور الوقت ازدادت درجة حرارة الأرض وبقى فيه توصيات أكثر ثرامة على تحديث هذه الخطة ووضع أهداف كمية أو أهداف كيفية في هذه الخطة مصر قدمت أول خطة في 2015 لم تكن هذه الخطة فيها أهداف كمية كانت بتحكي عن الوضع الوطني بتحكي عن التحديات وما هي الإجراءات التي ستقوم بها مصر في إطار استضافتنا المؤتمر المناخ وإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كان هناك توجيه واضح من رئيس الحكومة بناء على تكلفات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد وثيقتين قبل مؤتمر المناخ الوثيقة الأولى هي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لـ 2050 ودي بتوضح الرؤية المصرية ما هي الأهداف العامة ما هي المؤشرات وما هي احتياجات الدولة والوثيقة الثانية وهي الالتزام على الدولة المصرية في اتفاق باريس والتزام آخر من مؤتمر جلاسجو أن كل الدول التي لم تحدث الخطط بتاعتها بتاعت 2015 تقوم بتحدثها وتقدمها بمؤتمر الأطراف السبعة وعشرين فكان توجيه دولة رئيس الوزراء بأهمية الانتهاء من هذه الخطة هذه الخطة العشرين تلاتين وتم وضعها الحقيقة في خلال الأسبوع الماضي إلى السكرتارية الاتفاقية طب ما هي أهمية الخطة ولي بنتكلم عليها وإيه محتوى هذه الخطة وإزاي مصر هتقدر تنفذ هذه الخطة أول حاجة زي ما قلت هذه الخطة هي التزام في اتفاق باريس إن الدول تقدمها وإن هي تقدر تخفض انبعاثتها أول جزء في الخطة بيتكلم عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الوضع المصري وقت عملية التعافي من كوفيد 19 وفي نفس الوقت ما هي الظروف الوطنية الحالية الجزء الثاني بيتكلم على الإجراءات اللي مصر أخذتها بشكل عام من 2015 ل2022 في قطاعات مختلفة إحنا عندنا في اتفاق المناخ ببساطة شديدة مصطلحين هما دول اللي دايما بنستخدمهم مصطلح التخفيف والتكيف يعني إيه التخفيف والتكيف يعني أنا بنيت مصنع المصنع بيطلع انبعاثات ببتدي أشوف إزاي أقل الانبعاثات بتاعة الغازات دي فالتخفيف هنا بيتكلم على قطاعات التالية الطاقة ويدم قطاع القهرباء يضم قطاع النقل ويدم قطاع البترول الصناعة المخلفات السياحة التكيف بيضم قطاعات الزراعة والمياه وحماية الشواطئ الوثيقة قدمت التجربة المصرية في التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة النقل القهربائي والنقل بالغاز الطبيعي وتوسيع الطرق إدارة المخلفات الصلبة وكذلك الجزء الخاص بالبترول وكيفية التعامل مع المعايير البيئية وكذلك قدمت الجزء بتاع حماية الشواطئ وحماية الدلتا وهو ما يتقوم به وزارة الموارد المائية والرأي في هذا الشعر ولكن الجديد في هذا التقرير وده المهم جدا أن مصر ولأول مرة بتضع أهداف كمية لخفض الإنبعاثات في قطاع الطاقة في ثلاث قطاعات تحت هذا القطاع قطاع القهرباء قطاع النقل وقطاع البترول وبالرغم أن الإنبعاثات الخاصة بجمهورية مصر العربية هي أقل من 1% يعني 0.6% بناء على آخر التقرير وبالتالي لو إحنا مخفض نشر الإنبعاثات لن نؤثر في ظاهرة تغير المناخ ولكن واحد التزامنا الدولي باتفاق فاريس اتنين استضافتنا لمؤتمر المناخ ثلاثة إيمان القيادة السياسية بأن العمل المناخي هو عمل دولي تضامني يعتمد على مساهمة ومشاركة كافة الأطراف المعنية ومن هنا رصد التقرير ما يلي أن نسبة الخفض اللي هتحدث من عشرين اتنين وعشرين لعشرين تلاتين في قطاع القهرباء هتصل لسبعين مليون طن سنويا مكافئة لتاني أكسيد الكربون وهي نسبة تلاتة وتلاتين في المية عن السيناريو المعتاد وده الحقيقة مهم لأن احنا كده بنقول هنرفع استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة لأربعين في المية بحلول عام عشرين تلاتين واثنين واربعين في المية بحلول عام عشرين خمسة وتلاتين قطاع البترول برغم أنه ده معروف أنه هو قطاع كثير الانبعاثات لكن هو من ضمن القطاعات اللي كانت محفظة جدا لقصة خفض الانبعاثات فحددنا الهدف بتاع الخفض واحد فاصلة ستة مليون طن نتاني أكسيد الكربون المكافئة بعشرين تلاتين والحقيقة الرقم ده هو رقم كبير جدا لأن السيناريو المعتاد من غير ما نقول إحنا هنخفض كان هيبقى تنين ونص مليون طن فإحنا النهاردة بننزل واحد وستة من عشر بنصل لأقل من مليون طن معناها أن قطاع البترول بيتعهد أنه هو هيخفض خمسة وستين في المية من انبعاثاته تالت قطاع وهو قطاع النقل وهو الخفض فيه هيصل لسبعة في المية بينزل من مية وخمستاشر مليون من مية وعشر مليون طن من خلال الإجراءات زي المترو زي المونوريل زي البي ار تي البترول بنتكلم على استعادة الغازات اللي بتطلع من العمليات البترولية وإعادة استخدامها مرة أخرى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بنتكلم على التوسع طاقة شمسية طاقة الرياح وتطوير شبكات التوزيع الإجراءات الأخرى في القطاعات زي الصناعة زي السياحة زي المدن كانت إجراءات خاصة بسياسات يعني مثلا في الصناعة بتكلم على إن أنا هعمل كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة أحد من استخدام الموارد المدن بتكلم على المدن الخضراء ووجود مساحات خضراء داخل هذه المدن واستخدام طاقة جديدة ومتجددة في المباني السياحة بستخدم على زيادة كفاءة الطاقة في المنشآت الفندقية أو زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة ولكن الملف اللي كان بيهم مصري جدا هو ملف التكيف ما هو وضع الأمن الغذائي اللي هو الزراع والأمن المائي فكان مهم إن إحنا نضع مجموعة من الإجراءات اللي بنتعهد بيها على مستوى السياسات وهي على سبيل المثال وليس الحصر زيادة إنتاجية المحاصيل إنتاج محاصيل تتحمل درجات الحرارة العالية نقدر إن إحنا نشتغل على نظم للزراعة من خلال كفاءة استخدام المياه الجزء الثاني بتاع الراي بيستخدم حماية الشواطئ بنتكلم على نظام للإنظار المبكر وتطوير السواحل في المدن المصرية زي ما بقول في التخفيف أنا بخفف قد إيه انبعاثات كربونية وهخفت كام في المية في التكيف أنا بقول أنا هفيد كام بني آدم في هذه العملية فبنتكلم على إن أقل عدد في إجراءات الزراعة والراي بيبدأ من 16 مليون نسمة ونصل في إجراءات حادة لـ 65 مليون نسمة ولكن لإدراك الحكومة المصرية أن اتفاق باريس زي ما ألزم الدول إنها تقدم خطط مساهمات وطنية ألزم الدول المتقدمة بتوفير التمويل نقل التكنولوجيا وتنمية القدرات وهي ما يسمى وسائل التنفيذ وبالتالي ربطت جمهورية مصر العربية شأنها شأن الدول الأخرى تنفيذ هذه الإجراءات بتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة وكان مهم جدا أن احنا من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة دولة رئيس الوزراء ومشاركة جميع الوزرات المعنية ودولة رئيس الوزراء كان بيتابع في آخر أربع شهور متابعة شخصية لإصدار هذا التقرير لأهميته إن ورد إلى الحكومة المصرية خطاب شكر من سكرتارية الاتفاقية لسببين السبب الأول إن مصر وضعت هذه الخطة قبل الموعد المحدد وهو 6 نوفمبر 2022 إن مصر رفعت هذا الطموح رغم خفض وقلة انبعاستها بإنها وضعت إجراءات كمية كان أسهل إن إحنا وإحنا بنعمل هذا التقرير وفي 2015 لم نضع إجراءات وأهداف كمية إن إحنا نقول هنخفض في الكهرباء عشرين في المية وبعد خمس سنين نقول تلاتين في قطاع البترول اللي هو ما خفضناش فيه نقول إن إحنا هنخفض فيه تلاتين في المية وبعد كم سنة ستين إحنا وضعنا أهداف من وجهة نظر الدولة المصرية ومن تقييم من قيم هذا التقرير هي أهداف طموحة جدا وده بيوري الحقيقة القيادة والدور الريادي لمصر بتلعبه في اتفاق المناخ واللي منه الحقيقة بارجع وباختم كلامي بكلمة فخامة رئيس الجمهورية في بيتسبيرغ لما قال أنا بحث باقي الدول لرفع الطموح وتحديث خطة المساهمات الوطنية وكذلك أن تقوم الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بتوفير التمويل لتنفيذ هذه الخطط لأن لن ينجح العمل المناخي ودفع وثيرة العمل المناخي دون التكاتف والتعاون الدولي متعدد الأطراف والتزام كل طرف بما جاء بيه في اتفاق باريس وشكرا لحضراتكم آه طبعا تحت إذن مشاهدين الكرام تبعنا مع حضراتكم فعليات المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتمع مجلس الوزراء ونعود لاستكمال نشرتنا من نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الصربية بيلدرات كانت قد قيمت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرص الشرف كما قلد الرئيس السيسي وسامة جمهورية صربية دعا رئيس عبدالفتاح السيسي رجال الأعمال في صربية إلى المشاركة في المشروعات القومية بمصر وخاصة في مجال الموانئ مؤكدا أن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار لا سيما ما تحديث البنية التحتية اللازمة وأضاف السيسي خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري السربي الذي عقد في العاصمة بيلجراد بمشاركة نظيره السربي أليكساندر فوتيتش أن خلال السبع سنوات الماضية شهدت البنية التحتية في مصر تطويرا هائلا مشيرا إلى تنفيذ ما يقرب من ستة آلاف مشروع بتكلفة ثمانية تريليونات جنيه من أجل أن تكون الدولة المصرية جاهزة للعمل لشعبها وأيضا للاستثمار فيها وأضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السربي أعرب عن ثقته في وجود فرصة كبيرة للتعاون المشترك بالنظر إلى العلاقات الصادقة المتبادلة وأشار الرئيس السيسي إلى أن البنية الأساسية في مصر أصبحت متطورة مثل الموانئ التي تستطيع الآن استقبال أي حجم من السفن فضلا عن إنشاء شبكة طرق حديثة ومشروعات السكك الحديدية وأوضح الرئيس السيسي أن مصر بصدد إنشاء شبكة قطارات كهربائية حديثة بأطوال 2000 كيلو متر خلال سنتين أو ثلاث سنوات وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منها بأطوال تصل إلى 850 كيلو مترا بعث رئيس مجلس النوابة المستشار الدكتور حنفي جبال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة وجاء في نص برقية التهنئة إن تلك الثورة التي حمل لواءها نخبة من أبطال القوات المسلحة قررت أن تعيد مصر لشعبها وأن تغير واقع الحياة على أرضها الطاهرة فحررت الإرادة الوطنية واستعادت لاستقلال الوطني وأحدثت نقلة نوعية وتغييرا جذريا سياسيا واقتصاديا واكتماعيا بعث رئيس الطائفة الإنجلية بمصر القص الدكتور أندريا زكي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو وجاء في نص البرقية أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو حققت إرادة المصريين الوطنية كما بعث رئيس الطائفة الإنجلية ببرقية تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الحيوية واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء الحكومة وجميع المواطنين بمناسبة حلول الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة كما خص بالتهنئة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وجميع رجال القوات المسلحة المصرية البواسل بهذه الذكرى الوطنية الخالدة وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية مشيرا إلى أن الكلمة لها أصداء إيجابية واسعة على مختلف الأصعدة العالمية والمحلية كما أكد رئيس الوزراء أن لقاءات الرئيس السيسي في برلين عكست مد اهتمام الجانب الألماني بتفعيل العلاقات الثنائية مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا مهما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن معاودة تزايد الإصابات بفيروس كورونا تؤكد على أهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية والاستمرار في طلق اللقاحات التي تحرس الدولة على توفيرها جاءت تصريحات مدبولي خلال استعراضه لتقرير حول الموقف الوبائي الحالي لفيروس كورونا وفترات العزل المقررة وضوابط العودة لأماكن العمل وأوضح التقرير أن فترات العزل عند إيجابية الإصابة تصل إلى خمسة أيام بأعراض بسيطة أو بدون وعشرة أيام للأعراض المتوسطة أو الشديدة وأن العودة للعمل تستلزم إجراء الفحوصات المعملية اللازمة شاهد اليوم الثاني من الحوار الوطني المناقشة النهائية للمدة الثامنة عشرة من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء وأصفر الحوار عن تشكيل لجنتين لمناقشة المحور الاقتصادي والاجتماعي وذلك بعد مناقشة كافة نقاط المحور السياسي الذي تم التوافق عليه بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنية التوافق كان السمة المميزة لفعليات اليوم الثاني من الحوار الوطني الذي تستضيف الأكاديمية الوطنية للتدريب حيث شهد الاجتماع المناقشة نهائية للمدة ثمانية عشر من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء اللجان اللي تحت المحور السياسي بكل وضوح كانت لجان تختص بالمشاركة السياسية والانتخابات النيابية وتختص بالمحليات وتختص بملف حقول إنسان والحقوق والحريات بشكل عام انتهينا إلى أن سيكون البداية إن شاء الله في الجلسات العملية بالملف السياسي وهناك أكثر من لجنة فرعية أو موضوع أو قضية جوه هذا الملف زي الحريات وحقول إنسان زي ما ينظم عمل الانتخابات المتعلق بمباشرة حقوقه السياسية طبعا ده ملفه مهم جدا وملفه ربما البعض بيعتبره هو مفتاح لبقية المحاور وملفات وإن شاء الله نتمنى أن تكون هناك النتائج تحظى بتوافق أكبر قدر ليس فقط في مجلس الأمناء ولكن في كل المجتمع المصر إن شاء الله في يومه الثاني أسفر الحوار الوطني عن تشكيل لجنتين لمناقشة المحور الاقتصادي والاجتماعي وذلك بعد مناقشة كافة نقاط المحور السياسي الذي تم التوافق عليه بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني تم تشكيل لجنة للمحور الاقتصادي والاجتماعي لجنتين عشان دولة يعدوا بعض الموضوعات التي سيتم طرحها في المحورين مناقشات كويسة وعميقة لأنه ما كانش التوافق على مواضيع الفرعية للمحور السياسي سهل يعني لأنه كان فيه آراء كثيرة عايزة نندخل مواضيع أكتر كانت فعليات أولى جلسات الحوار الوطني الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي قد انطلقت في الخامس من يوليو الجاري بالتنصيق مع كافة طيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني وذلك بحضور عدد كبير من ممثل وسائل الإعلام المحليات والعالمية أحمد الحسيني التلفزيون المصري وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وخلال 24 ساعة تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 413 قضية تمونية بمضبوطات بلغت 61 طن مواد غذائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقض البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 617 قضية من بينها 175 قضية خبز ناقص الوزن و146 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 15 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 72 طن أقماح محلية أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف عناصر من قوات الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء العراقيين وتتقدم مصر بخالص التعازل للعراق الشقيق ولذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجلة لكافة المصابين ومعربة عن تضامنها ودعمها للعراق في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف كان مصدر أمني عراقي قد أفد بمقتل وإصابة ستة عناصر من الشرطة الاتحادية باشتباكات مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد وقال المصدر أن الشرطة الاتحادية تخوض اشتباكات عنيفة مع داعش الإرهابي في مناطق في المحافظة حيث تم تسجيل قتلين وأربعة جرحة من الشرطة الاتحادية مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التنظيم الإرهابي استهدف لواء السابع عشر الشرطة الاتحادية بقرى الملحة بالمحافظة أعلن التحالف العربي في اليمن أنه يتخذ ويدعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية وأكد التحالف في بيان له أن مزاعم قوات الحوثي بتنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع عارية عن الصحة مشيرا إلى أن الضربات الجوية للتحالف توقفت مع بدء صريان الهدنة إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا ترى أي رغبة من جانب أوكرانيا للوفاء باتفاق سلام أولي أبرم في مارس الماضي وأضاف بوتين في تصريحات له أن موسكو مستعدة لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لكنها تريد أيضا إزالة القيود المتبقية على صادرات الحبوب الروسية وحول أزمة الغذاء أكد بوتين أنه على الغرب أن يرفع من حصاره عن الأسمدة والحبوب الروسية إذا كان صادقا في رغبته لحل مشكلة الغذاء العالمية أكد وازير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تعد تقتصر فقط على شرق هذا البلد بل تشتمل أيضا على سلسلة من الأراضي الأخرى وأوضح لافروف أن الرقعة الجغرافية مختلفة حاليا حيث لم تعد تشمل فقط جمهوريتي دانسك والهانسك بل أيضا منطقتين خرسون وزابوريجيا في الجنوب وسلسلة من الأراضي الأخرى وأن العملية متواصلة بحزمة تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شعيجو قطاع القوات الغربية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا وأعطى وزير الدفاع تعليماته بزيادة كفاءة تدمير المسيرات فوق المناطق الحدودية الروسية فضلا عن التصدي للضربات الأوكرانية على المناطق السكنية والقرى المجررة قالت السلطة المحلية التي عينتها موسكو في منطقة خرسون التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا إن قصفاً أوكرانياً ألحق أدراراً جسيمة بجسر أنتو نيفسكي الرئيسي في هذه المنطقة وكان الجسر هدفاً رئيسياً للقوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة واستخدمت كييف صواريخ عالية الدقة موردة من الولايات المتحدة في محاولة لتدميره أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونسك شرق أوكرانيا بافلو كيرلينكو أن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب 16 آخرون نتيجة القصف الروسي للمنطقة وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونسك أنه من الصعب تحديد العدد الضقيق للضحايا في مدن ماريبول وفولونوفاكا مضيفاً أنه منذ انطلاق العملية العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير قتلت القوات الروسية ما يقرب من ستمائة وواحد وثلاثين مدنيين فيما أصيب ما يقرب من 1626 آخرون في منطقة دونسك قال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية شارلز براون إن الولايات المتحدة وحلفاءها بدأوا بدراسة إمكانية تدريب الطيارين الأوكرانيين في إطار جهود طويلة الأمد لمساعدة كييف في بناء قوة جوية مستقبلية وأوضح براون أن واشنطن وحلفاءها تريد خطة طويلة الأمد تتعلق بكيفية بناء قواتها الجوية وما سيحتاجونه في المستقبل جاءت تعليقات براون بعد أيام من تحرك لأعضاء في مجلس النواب الأمريكي يسمح بتوفير 100 مليون دولار لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة الأمريكية نقش وزير الخارجات الأمريكية أنطوني بلينكين ورئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتا العديد من القضايا المختلفة ومن بينها استمرار المساعدة الأمريكية لدعم أجندة الإصلاح في مولدوفا وأمن الطاقة واستجابة تشيسناو الإنسانية لتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا كما تطرق الوزيران أيضا إلى إعلان واشنطن خلال منصة دعم مولدوفا التي انعقدت في عاصمة رومانيا بوخارست الخامس عشر من يوليو أن الحكومة الأمريكية تخطط بالتعاون مع الكونغرس لتخصيص 64.5 مليون دولار إضافية لدعم المرون الاقتصادية لمولدوفا على المدى الطويل ولمساعدتها للدفاع عن سيادتها موسيقى 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 ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفرين من أوكرانيا إلى بولندر تفع إلى 4.897.000 لاجئ منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي ووضحت الوكالة أن بولندا غادرها أكثر من مليونين وتسعمائة وثمانين ألف لاجئ عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي يشار إلى أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفرين من بلادهم يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية اتهمت المفوضية الأوروبية وروسيا باستخدام الغاز سلاحا ضد الاتحاد الأوروبي بخفضها الإمدادات بشكل جذري دعاية الدول السبع والعشرين الأعضاء إلى الاستعداد لتوقف كامل وطلبت المفوضية الأوروبية من أعضاء الاتحاد خفض الطلب على الغاز طوعا في الأشهر الثمانية المقبلة من أجل تجاوز تقليص الإمدادات الروسية وتنص الخطة التي عرضتها المفوضية وتناقشها الدول الأعضاء على ضرورة أن تبذل كل دولة الجهود الممكنة لخفض استهلاكها الوطني للغاز بما لا يقل عن 15% بمعدل وسطي بين أغسطس 2022 ومارس 2023 مقارنة بالمعدل المسجل في السنوات الخمس الأخيرة خلال الفترة ذاتها موسيقى 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 اشتركوا في القناة اعلنت السلطات الفنلندية تجديد القيود المفروضة على شراء الاراضي للروس لضمان الامن القومي من جانبه قال الممثل التجاري الروسي في هلسينكي انطون لوجنوف انه بات من اللازم الحصول على ترخيص من وزارة الدفاع الفنلندية لامتلاك الاراضي من قبل الاشخاص الذين لا يحملون جنسية دول الاتحاد الاوروبي وكذلك الشركات التي يبلغ رأس مالها 10% او اكثر والمملكة لمواطنين او شركات من دول خارج الاتحاد الاوروبي ولفت لوجنوف الى ان هذا الاجراء بمثابة حاجز اداري لعرقلة عمل الشركات ذات الاستثمارات الروسية التي تنشط بشكل خاص في شرق فنلندا استقر اليورو قرب اعلى مستوياته في اسبوعين امام دولار وسط توقعات برفع المركزي الاوروبي الفائدة باكثر من المتوقع هذا الاسبوع وارتفع اليورو بنسبة 0.5% الى 1.3 دولار هو اعلى مستوى منذ اواء اليونيو قبل ان يتراجع عن هذا المستوى كما زاد اليوم 0.25% امام الجنيه الاسترليني الى 85.4 بينس كشفت بيانات الرسمية ان تضخم ارتفع في بريطانيا في الشهر الماضي وبلغ اعلى مستوياته في 40 عاما مع زيادة اسعار الوقود والغذاء وهو ما يعزز فرص رفع بنك انجلترا لاسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الشهر المقبل وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان تضخم اسعار المستهلكين السنوي زاد في يونيو الى 9.4% وهو اعلى مستوى منذ فبراير 1982 مقارنة مع 9.1% في مايو قالت وكالة الطاقة الدولية ان نمو الطلب العالمي على الكهرباء يتباط بشدة في عام 2022 بعد انتعاشه القوية في 2021 بسبب تباط النمو الاقتصادي وارتفاع اسعار الكهرباء والقيود الصحية وتوقعت الوكالة ان يكون توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة هو المصدر الاسرع نموا لامدادات الكهرباء بزيادة 10% في حين يرتفع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة منخفضة الكربون 7% الامر الذي يتوقع ان يتجاوز نمو الطلب ويؤدي الى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية من الوقود الاحفوري بالنسبة 1% اهلا بكم من جديد يصوت اليوم نواب حزب المحافظين في الجولة الخمسة والاخيرة لاختيار مرشحين اثنين لزعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية خلفا لرئيس الوزراء المستقيل بوري جونسون وواصل وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك تصدره لاستباق لخلافة جونسون وتصدر الجولة الرابعة وزير المالية السابق ريشي سوناك وثلت وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بني موردانت ثم وزيرة الخارجية لستراس وفقا للنتائج التي اعلنها جرهام بيرداي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلية طالب رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي بارلمان بلاده بميثاق جديد لضمان استمرار الحكومة قوية ومتماسكة حتى نهاية الدورة التشريعية في ربيع العام القادم وقد رفض رئيس الجمهورية سيرجو ماتريلا استقالة دراجي التي اعلنها الأخير يوم الخميس الماضي على خلفية توطر مع حركة خمس نجوم التي رفضت التصويت بمجلس الشيوخ على مرسوم معونات للأسر والشركات بالتزام مع اقتراع على الثقة وكان دراجي قد اشترت الاستمرار في الحكم بنيل الثقة من جميع أحزاب الاقتلاف الحاكم التي وفقت على توليه رئاسة الحكومة بعد سقوط حكومة جوزابي كونتي الثانية انتخب البرلمان السريلانكي رانييل ويكري ميسينجا رئيسا للبلاد خلفا لجتاب راجا بكسا الذي استقال الأسبوع الماضي إثر فراره إلى الخارج وفي كلمة مقتضبة أمام البرلمان قال ويكري ميسينجا أن الانقسامات انتهت الآن داعيا إلى العمل معا لإخراج البلاد من الأزمة التي تواجهها بعد أزمة اقتصادية وسياسية ناصابة البلاد لأشهر بالشلل انتخب رانييل ويكري سامينجا الذي تولى رئاسة الوزراء في سريلانكا ست مرات رئيسا للبلاد خلفا لرجا بكسا الذي استقال الأسبوع الماضي إصرى فراره إلى الخارج نتائج رسمية أظهرت أن ويكري سامينجا حصل على 34 و100 صوت في اقتراع برلماني تنافس فيه سلاسة مرشحين بينما حصل منافسه الرئيسي وزير التربية السابق دولاس على هابيروما على 82 صوتا أما المرشح الثالث اليساري أنواردي سانايكي لم ينلسوا سلاسة أصوات مما أعطى ويكري سامينجا الغالبية المطلقة من الأصوات وفي كلمة مقتضبة أمام البرلمان قال ويكري سامينجا إن الانقسامات انتهت الآن داعيا إلى العمل معا لإخراج البلاد من الأزمة التي تواجهها وبعد فوز ويكري سامينجا البالغ 73 عاما إلى الرئاسة تعتبر الحكومة الحالية منحلة تلقائيا وسيختار الرئيس الجديد رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة جديدة ستواجه نقصا حادا في إمدادات الغاز والوقود والمواد الأساسية الأخرى وهي في وضع إفلاس حقيقي ويبقى التحدي الأكبر هو تقبل الشارع السيرلنكي لرئيسه الجديد الذي رفضه من قبل وهو مؤقت آدانت الحكومة الصينية عبور سفينة حربية أمريكية ماضيق تايوان متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد تدمير السلام والاستقرار في هذا الممر الاستراتيجي الذي يفصل الجزيرة عن الصين من جانبه أعلن الأسطول الأمريكي السابع في بيان له أن السفينة قد أجرت مرورا روتينيا عبر مضيق تايوان في المياه الدولية في الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع في تايوان أنها راقبت عن كتاب عبور السفينة مؤكدة أن الأوضاع عادية وتعتبر بيكين أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي هي جزء من أراضيها في المقابل تعتبر الولايات المتحدة وحلفاؤها أن مضيق تايوان يعد جزءا من المياه الدولية المفتوحة للجميع وإلى اليونان والتي تكتاحها موجة حار شديدة فقد نشرت طائرات ومروحيات هليكوبتر لمنع حرائق الغابات من الانتشار والوصول إلى الضواحي الجبلية شمال العاصمة أثناء كما أجلت السلطات في اليونان مئات الأشخاص مع اكتياح حريق للغابات لليوم الثاني إحدى الضواحي الجبلية شمال العاصمة وأقامت اليونان خلية أزمة وكفحت فرق الإطفاء مئة وسبعة عشر حريق غابات في البلاد في ساعات الأربع والعشرين الماضيع وطلبت اليونان من دول أوروبية إرسال عناصر إطفاء ودمرت العام الماضي موجة حر وحرائق دمرت غابات بمساحة مئة وثلاثة ألاف هكتار من الأراضي وأودت بحياة ثلاثة أشخاص وفي حياة كريمة أعلنت المؤسسة عن إعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربي أم كلثوم والتي تمثل تراثنا الفني والإنساني وتاريخا عظيما للأمة بأكملها يأتي ذلك في إطار سعي مؤسسة حياة كريمة دائم لاقتحام كافة جوانب التنمية المهمشة التي تعكس رؤية الدولة في إحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لأنها سيدة الغناء العربي تستحق كوكب الشرق أم كلثوم الحفاظ على تراثها والذي يمثل تاريخا عظيما للأمة بأكملها خاصة المنزل الذي نشأت فيه بطمايز زهيرة بمركز السنبلوين بمحافظة الدقالية أنا أتوجه بالشكر لحياة كريمة لأن أخيراً اهتمت بمسكة رأس سيدة ومكلثوم وبالمنزل بتاعها هنا في البلد وإحنا إن شاء الله بنشكرهم بس أنا بطلب منهم أنهما لما يطوروا يطوروا المكان بالكامل لأن المكان جزئين جزء إحنا عادين فيه بنستقبل الضيوف فيه والجزء الأديم إحنا عادين فيه برضه بس نستقبلش في الضيوف لأنه هو متهالك فكرة ترميم منزل أم كلثوم جاءت في إطار سعي مؤسسة حياة كريمة الدائم لاقتحام كافة جوانب التنمية المهمشة والتي تعكس رؤية الدولة في إحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة للتوحيد تدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها وتنظيم صفوف المجتمع المدنية إحنا طبعا بنشكرهم أنهم اهتموا بمسأة رأس أم كلثوم وبنشكر القيادة السياسية لأن هي السنة دي قالوا أنها يحطوا طويل زيارة على الخريطة السياحية ويعملوا شوية مشاريع مؤسسة حياة كريمة أعلنت ترميم منزل أم كلثوم بالتعاون مع الجهات المختصة وذلك إيمانا منها أن الحفاظ على الفنون والثقافة والتراث المصرية لا يقل أهمية عن أي نشاط تنموية بالإضافة لكون ذلك يؤكد على هوية الشخصية المصرية وهي خطوة تأمل بها حياة كريمة للتعزيز مفهوم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية انطلقت قافلة مديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بمشاركة 25 متطوعا بمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية تضمنت القافلة جميع التخصصات في البطن والأطفال والأسنان والجراحة العامة والجلدية وقياس الضغط وتحليل الدم والسكر وغيرها وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى جامعة قناة السويس والمجامعة الطبية لإجراء المزيد من الفحوصات لبدء العمليات الجراحية وصلت القافلة الطبية بقرية العزبة بمركز منفلوت التي أطلقتها مديرية الصحة والسكان بمحافظة السيوت أعمالها لليوم الثاني على التوالي ضمت القافلة جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا مع صرف العلاج مجانا تأتي هذه القافلة لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث وقعت القافلة الكشفة الطبية على حوالي ألفي مواطن في عشر تخصصات طبية خلال يومين كما أصدرت عددا من قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير القادرين حياة كريمة أفادت ناس كثيرة خالص أحنا بنكشف على الأقل ألف واحد في اليوم فالمواطن بيستفاد من كل الجهات من كل ناحية يعني بيستفاد أن فيه دكتور استشاري كبير بيشخصه الحالة مش امتياز ولا نايب بيشخصه الحالة وبيدلوا أنه يعمل إيه؟ دي هياخد علاج؟ لا دي هيعمل عملية احنا هنا دورنا أن احنا بنصرف العلاج للمريض بعد مراجعة الأدوية الموجودة معاه في التذكرة من قبل الطبيب بنشوف الأدوية متوفقة مع بعضها أو متوفقة مع الحالة ولا لا وبنشوف التعارضات بتاعتها والتحاليل المطلوبة لها هل اتأخذت ولا لا وبنفهم المريض قبل ما ياخد العلاج هو هياخده إزاي وطريقة اللي هيتعامل بيها مع العلاج إيه؟ نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامنا مع تحريك أسعار السولار وأكد المركز الإعلامي صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش فقط دون أي زيادة مع استمرار تحمل الدولة فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز وأضاف أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بسداد صاف تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار طبقا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية مشيرا إلى شن حملات رقبية دورية على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية وذلك لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة وصرفه بشكل منتظم مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين عقد عدد من الوزراء اجتماعا تنسقيا موسعا بحضور محافظة جنوب سيناء خالد فودة عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك لمناقشة آخر المستجدات في ملف تحويل مدينة شارم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة كما بحث الوزراء وآليات التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة واستعدادات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل إذن مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا دمتم تياما لله